السلام عليكم مشاهدين الكرام مرحبا بكم معي في قناة طنجاوية في اليون اليوم اخترت ان نحضر معكم واحدة بلاتو ديال العشية الوحد يتفرج في تلفازها مع ولداته يحضر واحدة بلاتو خصوصا للاطفال الذين لا يأكل مكسرات او لا يأكلوا الفواكه هاده احسن طريقة وكتعجب الاطفال عن تجريبه كتعجب الاطفال بزاف ونتمنى هاد الفيديو فينا الاعجاب ديالكم وما تنسوني شيء من لايك والاشتراك في القناة وفرجة ممتعة ان شاء الله وهاد الفيديو خاصة مغني بالفيتامينات والسعارات الحرارية وجدوه ان شاء الله مهار اللي يكون لعب المنتخب باش يحيطنا الخلعة والتاعب والاهراق اللي كنكونوا كنحسوا بهم اللي كنكونوا كنتفرجوا في المباراة ونتمنى التوفيق ان شاء الله للمنتخب وكاس العالم يكون مغربي ان شاء الله بالنسبة للمقادير هاده بلاتو عندكم الحرية التامة اللي عنده اي نوع من الفواكه او المكسارات استعملوها كل واحده جيبو كل واحده الامكانية دياله اللي عندكم قضيو به اهم حاجة هي زواق وصافة بحل يقض لكم الاطفال كتعجبوهم الحجم زوقة كتير انتباه ديالهم وكي يزعموا ياكلوا مكسارات و الفواكه وخال الحجم كتعجبوهم كتعجبوهم الى زوقتها لوم ووقت المسائل كما يجب بالنسبة للي استعملت كيفما تشوفوا شوية دوريتوس شوية فرامبواز شوية ميرتي توت الباري توت الاحمر وكيوي شوية بسكوي شوية ديال العنب والمندالين والمندارين كل واحد شنوك يقول له قطع ديال الجبن والمكسارات عندي شوية القرقاء الزبيب والبستاج وهمها انتم كتشوفوا المقادير اللي كانوا متوفرين في هذه الساعة وقلت لكم كل واحد يستعمل اي حاجة اقدر عليها وكانت عندهم متوفرة في الدارة مهم واتذوق واحد البلاتوه المهمية الفكرة اتمنى تكون وصلت وعجبتكم فكرة هذا الفيديو هذا النهار شاركت معكم في جد بلاتوه هذا البلاتو الول من شاء الله ابدأ بشوية بلاتو الثاني هذا كان فيه الفاوكه البلاتو الثاني ما كانش فيه الفاوكه اعودته بحاجة اخرى حاولت نفس الفكرة ولكن بطريقة مختلفة وكان اوضح لكم اي واحد كانت عنده شيء في ذلك الوقت يستعمل اي واحد كانت عندكم نفس المكونات اي حاجة كانت تقضيو بها وكي يكون هو هذا الشكل النهائي البلاتو الأول اتمنى اعجبكم من ناحية شكلهم المضمون اشتركوا في القناة زبادة نفس هذه الوقت حولت نبيه لكم لأطفال جيدون ليس بشكل مزوق على اقتل دعونا بلاتو الثاني هذا فكرة اذا نظر لا يوجد فاوكه لا يوجد فاوكه الجفة و شوية الحلوية يعني اللي كنا متوفر في ديك الساعة يكون عندكم تقدروا تستعمله هذه الحلوة بحل كيكاكجي كذلك شوية بيستاج زبيب شوية نوازيت كاجو اللوز و القرقاع يعني انا قلت لكم على حساب اللي عندكم توفر كي بقى غير طريقة و الشكل النهائي و صفي شوية بيسكويت شوية ديال وتجربوه و هنا من الاعجاب ديالكم موسيقى 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 قطع الخبز نستعمل جبن مصكا نزيد كراميل زيت زيتون هذا هو الشكل النهائي من البلاطو الثاني نتمنى هنا الإعجاب وترقكم هذه الفكرة وتحاولوا تطبقوها وفرجة ممتعة وشكرا على حسن التتبع المشاهدة نشكر الجميع ولكي تقفية ونشكر أصحاب القناوات سواء الكبراء والصغراء اللي كيتبادلوا معايا اشتراكات والنصح والمعلومات اللي كتفدني باش ننطور بالمحتوى ان شاء الله نكون عند حسن الضم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة